بسم الله الرحمن الرحيم مباركة مباركة بتقوم لكم كل سنة تعالوا عندها حاجات جميلة حاجات بسر من البلد الفلاحي مباركة النهاردة عمل فطيرة البتزا و عمل بيتزا هي بصطلة عالنبي و عمل مين بيتزا و عمل بيتزا يعني عدينة واحدة عملنا منها كذا بصطلة عالنبي و حلوة و جميلة واللي عايز يعرف بقى مباركة عملت الحاجات دي ازاي يخش على قناة مباركة يفعل الجرس واللي مش على قناتي يدور على قناتي و جرس يضيع و انت ادوروا عليه عشان اي جديد عند مباركة يجل حبايبها بصطلة عالنبي و وصفة حلوة و خفيفة و مش مكلفة وبصطلة عالنبي تعالوا شوف مين بيتزا بصطلة عالنبي عملها في البيت فطرت البيتزا مين بيتزا بصطلة عالنبي شوفت المين بيتزا مباركة عملها ازاي بصطلة عالنبي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اجعل فطيرة زاتون اجيبنا رومي و تعيتين بس مع ورينة فلفل يعني اي اي اللي احطوه مع البيتزا بالصالة عالنبي معلقة بيكمبودر معلقة خاميره زر ملح لحمة معصجة طبعا انا ايه طبعا انا ايه كنت عندي لحمة معصجة اهيت اللي هعمل بها ايه فطرة فطيرة بحاجنة البتزا. طبعا الدقيقة هوت بالصلاة عالنبي. اهو. طبعا اعمل ايه بأس? افضي الدقيقة بالصلاة عالنبي. اهو. بالصلاة عالنبي. حطيت الدقيقة هوت. معلقة الخاميرة و معلقة البوكين بودر و معلقة وزارة ملح. بسمي لها كده. دي ايه الحاجات اللي هي ايه? الناشفة كلها على بعديها. هيت برو عاملها كده. مم بركة النهار ده هتعمل. فطيرة. ده عاجنة البتزا. بلحمة مفرومة كده جميلة. بالصلاة عالنبي قلبت الحاجة هيت ايه? كلها. طبعا بعجن العاجنة واسيبها ايه? الدم يا شيتة. لما تخمر شوية. وبعد ما تخمر بالصلاة عالنبي اروح ايه? اه عاملة البتزا قدامكم او عاجنة فطورة البتزا قدامكم. احط ايه? معلقتين زيت كده هم. بس يعني مقدار معلقتين. بس ماما بركة بتحب بتحط ايه? الحاجة بالبركة. ايه? يعني مش ايه? مش لازم انا عائلها بالمعلقة واكوب. لا. بحط بالبركة بتاع ربنا. وبتطلع بالصلاة عالنبي جميلة بالصلاة عالنبي. طبعا الدم يا شيتة. مية دافية. انا مدفية المية. علشان العاجنة تطلع. عشان المية لو ساقعة في الشيتة دي. طبعا ايه? هتبقى العاجنة تاخد وقت كبير. لازم انتو كنوا المية دافية. بالصلاة عالنبي. وكل سنة وانتو طيبين. وتعالوا شوفوا ايه اكلوا الفترة بتاع مباركة اللي هي بتاع جنت البتزا دي. هتعجب حبيبي بالصلاة عالنبي. اهي. ونحط حبة مية بحبة مية. ما نقطرش. يعني لو ما عندناش دي كتير علشان ايه? ما نحتسي. لو حبة الدي اللي احنا جايبينهم على قد مسلا ايه? على قد ما نعمل بس. لا نحط حبة مية بحبة مية. مباركة النهاردة بالصلاة عالنبي هتعمل فطيرة باللحمة المفروومة. بعاجنة البتزا. هتعجبكم. انا عملت البتزا كذا مرة. وعملت الفطير بس انا عايزة اعمل فطيرة بعاجنة البتزا. بالصلاة عالنبي. اهوت. اهو. حلوة هتبقى جميلة. وحسب بقى ما انت عايزة تعمل كيلو تعمل 2 كيلو تعملو نص كيلو زي ما انت عايزة. انا كده عملت ايه فضيت من الكيلو يجو نص كيلو. هعمله ايه? فطيرة. بالعاجنة بتاع البتزا. هتبقى حلوة بالصلاة عالنبي. احطي مضعت مية تاني. معلش ماما بركة ما بتعرفش تعمل الحاجة ويقفى عالرخامة. بس انا قولت اوالي حبيب كده ونقفى. لها على طول. عشان اللي حب يعملها. هتبقى سهلة. ما الصعبة ولا حاجة. اهو. هلمي العجينة واوريكم. مرحيم طبعا لمنت العجينة هيت في بعضيها. بالصلاة عالنبي حطيت معلقة خميرة ومعلقة بيكن بودر. ونسيت اقول لكم كنت قمح معلقة السكر معاهم. وزلة ملح. يبقى معلقة السكر. ومعلقة بيكن بودر. ومعلقة خميرة وزلة ملح. حطيتها. وحطيت ايه? قمت معلقتين زي. بالصلاة عالنبي. وعند انتهيت العجينة هي. بالصلاة عالنبي. سيبها بقى شوية. لما تخمر واجه اشتغل اوريكم حبيب خليكم معاية. العجينة هيت على البتزة اللي عجلناها ما شاء الله جنين لو زي الفل بصوه عاملة ازاي بقى نشيل الطبق خالص بصوه بقى العجينة عاملة ازاي بصوه عالنبي اقول ماما ورقة تعمل على رخامة كده هيت هنعمل النهاردة باذن الله فطيرة البتزة هنعمل البتزة طبعا ما قدر لحده هيت بصوه عالنبي هنعملها خالص هقطع ايه اللي هي ايه هعملها فطيرة بصوه عالنبي هنعملها ايه فطيرة بصوه عالنبي هنقصد هنقصد هنعمل هنعمل يمكنك صفحة بكل كيلو كما نضم كمس أو 2 كيلو هذا يقوم بميع كامل نبدأ بطير الفتر كامل الصينية من مبارك انها تتقوم بطير الفتر جميلة حلوة وسهلة ونشكل يعني من عجينة البتزا هاعمل فطيرة اسمها فطرة البتزا واعمل بتزا دهنت الصينية زيتها هيت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا دهنت الصينية زيت اهم شيء هيت هيت اهم هنعمل فطرة البتزا جميلة نصطل على النبي هيت كده طبعا الصينية تكون مدهونة زيت نعمل كدهوت ده مش عجينة فطير ده عجينة بتزا وأنا بعمل فطرة البتزا نصطل على النبي دهنصنية زيت كدهوت ده نصطل على النبي ها كده 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 نصطل على النبي ها نصطل على النبي تصال على النبي كده انا بعمل هوت من غيرنا الشباب و متبير حاجة جميلة هت سامنة بلدي كده اهو سوف نقوم بعمل كل شيء سوف نقوم بعمل جميلة وعباب مباركة يأكلوا بيزا عند ماما باركة نقوم بعمل جميلة فطيرة باللحم المفروم فطيرة باللحم المفروم لكن انا عملة فطيرة بعجينة البيزا ليس عجينة فطير لا يمكننا فطيرة انا اقوم بعمل فطيرة بالصلاة على النبي نفرد 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 اهي 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 بجتار في الصينية كلها ما تقطعتش ولا حاجة زي الفل اهي بالصلاة عن النبي طبعا انا هعمل على قديش هي الصينية ديت كده اهي 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 بالصلاة عن النبي اهي 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 بالصلاة عن النبي اهي 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 لحمتنا المفرومة ببصل اهي 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 بالصلاة عن النبي بالصلاة عن النبي بروح بالصلاة عن النبي فترت البتزاية فترة البتزاية فترة البتزا فترة الصينية فترة زيت فترة جميلات فترة جميلة ميزر داخل طبعا هشتغل في البتزا ووريكم مرحمن طبعا فردنا ايه؟ فردنا عملت الفطيرة فطرة البتزاية وهنا بقى هنعمل البتزا كده هنسمي الله هنعملها النهاردة على الرخامة مباركة هتعمل النهاردة على الرخامة يعني مش هعمل على الطبلية ولا حاجة لقى على الرخامة وكده هوا الصلاة على النبي مباركة النهاردة بتعمل بيتزا وبتعمل فطيرة البتزا يعني حاجة جميلة بالصلاة على النبي ومشكل بس طبعا الرخامة مش مساعداني بس هعمله مع الرخامة انا بيبقى كتير بحط الطبلية واعد انما دول ايه؟ يعني انا حبيت اشكل كده ايه؟ اولح يا بايبي برضو من كل حاجة نعمل يعني من حاجة الليلة نعمل حاجة في البيت ما فيش مشكلة اهوت بالصلاة على النبي وطبعا كل واحد بيعمل على قد الصينية اللي عنده وطبعا كده اه هؤ اهوت وطبعا بالصلاة على النبي اهه اهوا لنضع صلحة الليلة تنبغي تسليه ولنضع الصلحة ثم ازوغ لنضيف مني بيتزا والذي تتباق بالافران بالطبع بالفرن تحت الفرن نضيفه على شوكنا وخلاص على كده نعمل بردو في البتا السلع النبي المجال قد لا يقوم بديان المجال نعمل قوي ماما بركة تحب تقعد في الارض لكن انا احبت ايه بردوغير الطريقة اواري حبيبي بالصلاع النبي نعمل ونعمل كل شيء في بيتنا كل شيء نعمله في البيت بالصلاع النبي ادي التالتة بالصلاع النبي الرابعة اعمل لاربعة ايه بيت زياد زغنانين اللي بيتباعوا في الافران ممكن نعمل ونتجل العيال وهم راحين المدارس بدل ما يشتروا شندوتشات ولا يشترواها جهزة لا نعمل في بيتنا بالصلاع النبي اهو عملنا ايه بالصلاع النبي اهوت كده اهه اهه اهوت بالصلاع النبي بالصلاع النبي شفته كده الحاجة الحاجة في البيت بنعملها مكلفة فلوس لا بنعملها كده حاجة بيدينا كده حلوة وقت بقى جميلة بالصلاع النبي شفته عملة ازال خلصنا من دي كده حطنا اللحمة المفرومة بنعمل ايه الفلفل اهه حاجات جميلة كده اهه ونشكل زي ما احنا عايزين اهو كده هوت وكده هوت شفته الالوان بقى عاملة ازال طبعا ايه طراش قطة كده طراشين وهنا برده شفته الجمال جمال ماما بركة بتقول لكم تعالوا كلوا معاها بصوا التحفة رسمة جميلة كده شفته بالصلاع النبي شايفين الجمال زاتون بقى هم مباركة النهاردة حطا لكم ايه زاتون زاتون سويت وزاتون اخدر اهوت بصوا التحفة بتقول لحبيب هنعمل كل حاجات بتنا وهوت اهه بالصلاع النبي شايفين التحفة تحفة خيالية بقى بالصلاع النبي بنعمل ايه كده كده كل حاجات قدامكم هيت مش متكلفة حاجات عاملينها في البيت بادينا بالصلاع النبي اهوت بالصلاع النبي شفته نفرس كده اللحمة اهيت مصوا الجمال وتأكلوا بتزا عند ماما باركة لحبيب ماما باركة يأكلوا بتزا اهيت شفته تحفة 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 وتعالوا كلوا معنا يا حبيب ماما باركة اهه اللحمة اكتب عنها مع السجاة عارفين تحصيجها بنخرط بصلتين نعمين ونحط حت الساملة او حب الزيت اللي عندنا كده ونروح مع السجنها ونت الشاب حبت صلصة بقطيتين بنسبت وتسبك معها بعدين بالصلاع النبي بنعمل ايه برضو بره عاملين عشوات فلفل كده هوت هوت حار زي ما انت عايزة ورومي زي ما انت عايزة اهي شفته الجمال تحفة حاجات جميلة كده من البيت والحاجات الخضار بالصلاع النبي الخس في السوق وجميل 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 الحاجة في السوق جميلة بالصلاع النبي انتو شايفين بشكلها كده تتاكل حاف كده بالصلاع النبي وزتون اهوت كده هوت اهه اهوت ادي بيت زيت ماما باركة تانية ونروح عاملين بالصلاع النبي والله ما ما صلع النبي ادي كده البيت زهيت اهي بالصلاع النبي خلصنا من ايه من البيت زي نجيت بقى بالصلاع النبي الفترة بتاع البيت زي بصوا الفترة السمنة البلدي على وشها ازاي بنعمل كده ديفتيرة البتزة اما التنين بيتزة بيتزة اما ديفتيرة عجينة البتزة بالصلاع النبي شايفين عاملة ازاي اللي على وشها دي سمنة البلدي وفردناها بالسمنة البلدي وبالصلاع النبي انا مش رادية فردة يعني كبرة زيادة عن كده نحط بقى شوزتون كده تبني ان هي ايه فترة البتزة كده هوت حاجة واحدة بس في النص كده وزتونة هوت اهه بصو بقى الجمال عدنا فلفل بردو تاني كده نزوق كده انا بحيط بزوق الحاجة لانها حاجة مغزية مفيدة بالصلاع النبي اهه شايفين الجمال واحدة تجيب نارومي بردو كده ايه عشان ندلع الفترة البتزة بتاع ماما بركة اهيت انا طبعا مردشة افردها اوان عايزها تخينة عشان نقطع تبقى حلوة بالصلاع النبي طبعا هدخل الفورن تعالوا معايا شفتوا الجمال بقى اهه كده وكده طبعا هنسوي ووريك وخليكوا معايا بسم الله الرحمن الرحيم والله النشاء على النبي شفتوا البتزة بتعمى مباركة دي الفطيرة بتاع البتزة بصو عاملة ازاي تقفى 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 وتعالوا تغدوا معايا البتزة هي التقفى بتعالوا من الجوة بقى بقى اللحمة كده بصوا 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 جمال بصوا 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 تقفى تلتة البتزة عاملة ازاي؟ منفوخة وجميلة وبالصلاة عالنبي نعمل كل حاجة ببيتنا وماما بركة بتقولكم الطريقة سهلة مهي الصعبة ونعمل كل حاجة في البيت بأي تكلف عندنا بأي حاجة عندنا بصدر فرخة بكبد وأوانس بزتون وحاجات من الدباس بحبة لحمة مفرومين يعني حاجات جميلة وحلوة وبرضو العيال يأكلوا الحاجات اللي احنا عاملنا في البيت بدل من اشتريها جاهزة بالشعل فلاني لا نعمل كل حاجة في البيت وبالصلاة عالنبي الوجبة حلوة وجميلة وطريقتها سهلة وتعالوا كلوا في طيرة البزة عند ماما بركة بالسمنة البلد واللحمة المفرومة جميلة جميلة واتعجبكم وبالصلاة عالنبي حبايبي جميلة جميلة وبالصلاة عالنبي حبايبي استنوني في الفيديو الجاي